ارتفاع غير مسبوق تشهده أسواق بيع أضاحي العيد في محافظة لهج الارتفاع الجائر لسعر الأضحية هذا العام يأتي ملازما لغلاء شمل الكثير من الاحتياجات الضرورية أهمها المواد الغذائية بالإضافة إلى أسعار الملابس في ظل عجز المواطنين عن شرائها أسعار الأضاحي غالقا مرتفع بشكل ما يتصوره العقل ويكاد الإنسان الموظف أن يفتقد للأضحية كون الراتب لا يساوي ثلث قيمة الأضحية نشبت تخرج عن الخمسين بالمئة أن الناس لا تشتري أعياد لا تملق قيمة العيد انهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي واستمرار الحرب في البلاد للعام السابع على التوالي أسباب رئيسة يقول المواطنون إنها فاقمت من سوء أوضاعهم المعيشية علاوة على انقطاع رواتب الموظفين وارتفاع معدل البطالة وغلاء أعلاف الماشية وموت بعضها نتيجة إصابتها بالأمراض جراء الغياب الحكومي في دعم وتشجيع الأسر المربية للثروة الحيوانية الحروب والتقطعات والمشاكل الذي يحدث في البلاد والذي يحدث في البلاد وأشفاء الشياء بضر ضحية العام الماضي عقا أمراض للحيوانات أنا فقدت جميع الحيوانات حقها بسبب الأمراض استردت من سليم العليمي غرام بأسعار الواحد سعري كلف مئة دورار مئة وثمنتعشر دورار يعني كلف إلى مئة وعشرين ألف يكلف إلى مئة وعشرين ألف ريال خرق البابور مئة ألف عمال خرق يروع على مئة وثلاثة وعشرين فيما تمضي الأوضاع المعيشية إلى مزيد من التدهور الاقتصادي تتقلص فرص المواطنين في الحصول على حقهم في حياة كريمة في ظل تفاقم الأزمات المعيشية والتجويع وعجز الحكومات المتعاقبة عن معالجة ووقف عجلة الانهيار سامي عبد الوهاب قناة بلقيس لهج ترجمة نانسي قنقر